برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس لعلى حاكم الشرقة انطلقت فعاليات برنامج منشد الشارقة الصغيرة في ظل ما يشهده فن الإنشاد حول العالم من اهتمام جماهيري ملحوظ تنطلق فعاليات النسخة الثانية من برنامج منشد الشارقة الصغير التي تقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام بهدف تشجيع الأطفال والنشئ وأصحاب الأصوات الشجية على الانضمام إلى الفن وتوعيتهم بأهمية الكلمة الهادفة يعني السنة المشاركات بتكون أقوى لأن استعداد طلابنا كان بشكل قوي فهمه والمسابقة فهمه والآلية اللي ممكن يدخلون فيها ويتنافسون بدأنا في الجولة الأولى في مدينة الشارقة وإن شاء الله بعد يومين نطلق إلى المنطقة الوسطى الذيد ومليحة وإن شاء الله في نهاية الأسبوع هذا سنكون في الساحل الشرقي في خرفكان تلقت نسخة الثانية من البرنامج إقبالا أوسع من الطلبة ممن يمتلكون مواهب مميزة ويرغبون في اكتشاف أنفسهم وتنمية الحس الإبداعي لديهم أنا حبيت أشكر بابا سلطان على هذه المسابقة وهي تعفز الطلاب أن يطلقوا مواهبهم على كل الأشياء اللي يبونها السنة اللي طافت بغيت أني أشترك لكن ما كان في وقت أني أشترك هالسنة أشتركت وكنت فرحانة وأتمنى أني أكون من الفائزين الموسم الثاني من البرنامج سينتهي بعد جولات الاختبار الثالث والتي سيتم وفقها اختيار أفضل مئة طالب وطالبة سيمثلون مدارسهم في المنافسات بنهاية شهر يناير الجاري يتأهل منهم عشرة متسابقين إلى السهرة الختامية التي ستشهد تتويج الفائز بلقب منشد الشارقة الصغير مواهب صغيرة ملأت هذا المكان بأصواتها الجميلة رغبة منها في إيصال صوتها والمشاركة في برنامج المنشد الصغير لأخبار الدار فائزة طنحاني